استقبل سيد رئيس عبد الفتاح السيسي استقباله لأنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الأمريكي نقل تحياته وتقدير الرئيس بايدن للرئيس السيسي منوها بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وأيضا ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد المباحثات بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية كما حرس وزير الخارجية الأمريكية على إطلاع السيد الرئيس على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة أنتم طبعا عارفين أنه يعني بلينكين لما بيبقى موجود في المنطقة ما بيبقى عنده أكثر من زيارة وبيبقى الختام بيبقى موجود هنا في القاهرة لأننا كلنا نعلم أن القاهرة أو مصر لديها مفتاح مهم في هذه القضية